أنا أتمنى أن السيد رئيس المسفوطي النفط أن يتكلم عن الميليشيات أو العناصر المطلوبين لدى المجتمع الدولي والذين يتطرون على مصفوط الزاوية وعلى بعض المواقع النفطية في المنطقة العربية مصفوط الزاوية كان يسقط عليها أبو عبيدة أحد قادة تنظيم القاعدة في ليبيا والمؤسسة الوطيع النفط لم تعلن أبداً القوى القاهرة على ميناء على مصفوط الزاوية النقطة الثانية المنشآت النفطية والحقول النفطية يوجد بها جهاز حرص المنشآت النفطية ولا يسمح لهذا الجهاز أو عناصر هذا الجهاز بالدخول داخل هذه المنشآت وبالتالي كيف يكون لجندي أجنبي أن يتواجد أو فرد أجنبي يتواجد بدون عمل داخل هذه المنشآت هذه الدعاية المدفوعة الأجر من الرئيس المؤسسة هي من أجل الضغط على القيادة العامة القوات المسلحة وعلى الشعب الليبي ترجمة نانسي قنقر